كشف تقرير لموقع المونيتور الامريكي عن الدور التركي المتغلغل في صراع القوى بين حلفائها في ليبيا وتناول قرار تعليق عمل وزير الداخلية المفوض بحكومة الصخيرات فتح باشاغا احتياطيا وإعادته إلى ممارسة مهامه في أقل من أسبوع أشار الموقع إلى أن الظروف المحيطة بتعليق باشاغا الذي كان في أنقرة وقت إقالته ثم إعادته إلى مباشرة مهامه بعد أقل من أسبوع أثارت التساؤل عن دور تركيا في صراع القوى ما بين حلفائها في ليبيا ووفقا للتقرير فإن الخلاف ما بين السراج وباشاغا هو تطور غير مرحب به بالنسبة لتركيا في حين يرى البعض أنه علامة على أن أنقرة اختارت دعم باشاغا مع ذلك تعتقد مصادر أخرى أنه من غير المرجح أن تقوض تركيا الحكومة التي وقعت معها اتفاقات مهمة بشأن ترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكرية في نوبمبر لعام 2019 ذكر المونيتور أن السراج لن يتصرف بشكل مستقل عن أنقرة بعد كل الدعم العسكري الذي تلقاه من تركيا خطوة أخرى أثارت غضب أنقرة وتمثلت في قبول السراج لدعوة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لزيارة باريس وفوق كل ذلك اندلعت احتجاجات في الشوارع ضد حكومة تراؤلس الاستنتاج المختصر الذي وصل إليها التقرير هو أن السراج يحتاج إلى دعم تركيا وعلى أي حال لا يستطيع التصرف بشكل مستقل عنها كما يستخدم باشاغا الحكومة التركية للبقاء في السلطة شدد التقرير على أن تركيا لن ترغب في إحداث تغييرات كبيرة في الوقت الحالي لأن أمامها طريقا طويل لتقطعه حتى تحقيق أهدافها في ليبيا حمزة الغويل لقناة ليبيا الحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر